انزين الحين هذا عندكم من الامتحان الاصلي وين السامري انزين هذا السامري انزين من الامتحان التجريبي خلاص اللي فارق عندي ان اشوفوا هني عندي الفقرة الخارجية راح اتي عليها اسئلة اورادي تحت اختيار متعدد واسئلة شذيب الطريقة هذه من الفقرة الخارجية السامري فقرتها راح تكون من فصلة يعني ما اختلف عليه شيء نفس النظام عموما بشكل عام طبعا اهم شيء تعرفون قبل ما انا حتى اقرأ الفقرة مالة السامري لازم اشوف اول شيء السؤال اللي يكون موجود عندي تحت لان السامري هو من اسم سامري اوكي ان المفروض يكون تلخيص بس هو اصلا راح يكون كأنه سؤال سيت بوك سؤال واطلع اجابته من الفقرة عندي فهني شون يقول لي طبعا واضح السؤال شلون عزكم الله الحيوانات والطيور يعني تعيش خلال فترة الشتاء شنو يسوون يعني الاجابة موجودة هني طبعا خلا اوضح لكم شغلة مليون بالمية مليون بالمية مليون بالمية مليون بالمية الاجابة راح تكون على هيئة فقرة هذي بس عشان تكونون معي بالصورة خلو نوريكم هني نشوف شادي نزوم بس عشان الكلي يكون معاي شايفين هني عليها ثلاثين درجة من درجات السامري طبعا هذا الشنو الثلاثين هذي على الشنو ان انتو تكونون يايبين الجمل صح من الفقرة عندي فوق تكونون يايبين الجمل صح وحاطينها هني هذي عليها ثلاثين درجة الـ paraphrasing شن يعني paraphrasing ميس هذا اللي يديد الـ paraphrasing يعني ان انا الجمل هذي ما اخذها وحطها copy paste مثل ما هي اجابة السؤال هذا اللي عندي لا اطلع الجمل هني الاربعة اللي هي اجابة السؤال هذا لكن اكتبها باسلوبي تحت هذه درجات الـ paraphrasing عليها عشرين درجة بعد اني على الـ spelling والـ grammar خمس درجات يعني كمان ولا اعتقد حتى راح يكون تشديد عليهم عندي بعدين الـ format ايضا خمس درجات شنو يعني format miss نطلع مرة ثانية بره اوكي انزعنا الـ format عشان بس نخلص من النقطة هذه يعني اذا كتبت لي 1,2,3,4 بالطريقة هذه هذا خطأ او رايت ما عندي شي اسمه 1,2,3,4 راح تكتبونها بالشكل هذا على شكل فقرة شذي هذا الجملة الثانية هذه الجملة الثالثة وبعدين عندي الجملة الرابعة شذي تكون على شكل فقرة تكتبونها لي على شكل فقرة ما عندي شي اسمه نقاط بالـ summary لاحظوا هني شنو مكتوب عندي تحت شذي يقول لي copying the whole paragraph receives zero اوكي يعني ان انت تخضي لي فقرة كاملة من فوق و تحطينها لي تحت على اساس ان انت حتى لو كانت اجابات الاربع جمل مثلا بالفقرة هذه كلها نسخت هذه كلها وحطيتها تحت لا تاخذين zero طبعا exceeding the required number of sentences minus five marks for one sentence minus ten for two sentences sentences and above يعني شنو مكتوب عندي مطلوب انا مني كم جملة لاحظوا هني in four sentences of your own يعني باسلوبكم in four sentences of your own اذا انا يبي مني اربع جمل باسلوبي حطيت خمسة راح انقص خمس درجات كهية واضحة حطيت مثلا جملتين او ثلاث جمل زيادة عن الاربع جمل راح انزل عشر درجات يعني واضح حيل اوكي انزين الحين قلنا السؤال how do animals and birds survive the cold winter خلنقرأ مع بعض ونشوف اتمنى يكون واضح عندكم ما دري عموما انا بقرأ it can be hard for some animals to find food during winter اذا انا قريت الجملة هذه مو اجابة السؤال هذا صح ولا لا نكمل they get through it in many ways لكن هل هو عطاني واحدة من الways هذه ما عطاني اذا لا الحين انا ما عندي اجابة birds and butterflies fly to a place with nice weather اوكي اذا اهني بلشنا تقريبا هذه عندي الفكرة الاولى then they come home in the spring we call this migration اذا هذه الفكرة الاولى عندي اللي هي الميغريشن هذا كله بنات او سوري شباب بنات اللي شايفينه هذا هنا عندي جملة ثانية وعندي هنا الجملة الثالثة هذا كله تكرار حق الفكرة الاولى نفسها اللي هي they fly they fly يعني شنو يعني they migrate فننتبه على النقطة هذه احيانا تكون عندي فكرة صح وراها جملتين ثلاثة توضيحيين حق الجملة الاصلية مالتي هذه فاذا انا الجملة هذه مالتي ايه هي المطلوبة او اي وحدة فيهم يعني الثلاث جمل هذه اللي انا حط عليهم علامة يمثلون فكرة واحدة اوكي فما احطهم ثلاثتهم على اساس ان يبي مني اربع جمل حطيت one two three باقي اللي واحدة لا هذولا كلهم يمثلون نفس الفكرة اللي هي فكرة المايغريشن مايغريشن يعني يهاجرون اذا الحيوانات تهاجر او لطيور تهاجر فهذه الفكرة الاولى خلاص انا حدتها هنا عندي اوكي خلنشوف الثانية يقولي another way اذا بيعطيني الحين الطريقة الثانية ان شلون يعيشون خلال لشته يعني شلون يتجاوزون فترة لشته another way to avoid the cold is to sleep through it اذا هذي number two to sleep through it يعني ينامون اللي هو البيات الشتوي صح ولا لا many animals hide during the winter they save their energy they do not eat they do this until food returns we call this hibernation snakes, frogs and bears hibernate اذا هذا كله شايفينا طبعا including this one هذا كله كله يمثل لي فكرة واحدة فانا اي جملة احط من الفقرة هذه اصلا تعتبر الفكرة الثانية فاذا ملاحظين احنا مقاعدين نطلع اربع جمال قاعدين نطلع اربع فكار لانا بالنهاية بنصيغ الافكار هذه باسلوبنا في اربع جمل اوكي فانا طلعت الفكرة الاولى طلعت الفكرة الثانية الفكرة الاولى اني هاجرون الفكرة الثانية اني ينامون alright خنكمل some animals store food in their homes store food يعني خزنون طعام في بيوتهم هذه ايضا الفكرة الثالثة alright they live on what they saved in the summer and fall this is what squirrels, beavers and raccoons do واذا هذه الفكرة هذا كله يعبر لي عن الفكرة الثالثة alright طبعا الفكرة الثالثة راح اصيغها كله بجملة واحدة ما يصير اخذ مثل ما اهو ثلاث جمل احطهم تحت لان مثل ما قلنا راح انقص درجات صح alright نشوف الفقرة الاخيرة عندي هنا يقولي other animals adapt themselves to the weather adapt يعني يتكيفون مع الطقس alright فاذا هذه الفكرة الرابعة سو انا عندي الاولى يهاجرون الثانية ينامون الثالثة يخزنون طعام والرابعة شنو يسوون يتكيفون مع الطقس alright they do not leave they do not hide they must survive sometimes nature helps them out some animals grow thicker coat in the winter other animals change color the arctic fox is brown in the summer his coat turns white in the winter اذا هذا كله ايضا يعبر لي عن الفكرة الرابعة اذا ملاحظين طبعا مو شرط كل الفقرات اللي يبونها لي حق السامر يتكون نفس الطريقة alright اللي لازم نسوي طبعا هذا طبعا السؤال عندي خاصين منه نمسحهني ok now علشان اكتب لازم الافكار هذه الاربعة اصيغها بسلوبي تحت ok لكن انا عارفة الفكرة الاولى شنو عندي الفكرة الاولى ان they fly صح ولا لا انهم يهاجرون الفكرة الاولى فانا ممكن اصيغ هذا كله اللي انا قريته بسلوبي شلون طبعا ما رح احط one ولا two ولا three ولا four متفقين على الشغلة هذه ممكن اقول for example بصيغة الحين انا بسلوبي اقدر اقول for example animals like الحين بعطي example الحين على الحالة الاولى like menu وحط لي butterflies and birds اقدر اقول animals like birds and flies نقول مثلا migrate in winter او to survive in winter او in winter to survive نفس الشي اوكي طبعا في ناس يسألوني miss نشوف نسوي كذي عشالك اللي يطالع في ناس تسألني تقول لي miss لازم انا اغير بالكلمات ممكن يعني في اكثر من طريقة حق excuse me بس خلالة ضبط هذا اوكي في اكثر من طريقة حق ال paraphrasing حبابي paraphrasing اللي هو اعادة الصياغة في مليون طريقة حق اعادة الصياغة منها ان انا ابدل اماكن الكلمات مثل ما سوينا هني عندي ثلاث جمل دمجتهم كلهم بجملة واحدة وغيرت اماكن الكلمات ممكن كلمة survive مثلا واحدة تقول لي miss انا هل اقدر كلمة survive مثلا اشيلها واحط كلمة live to live مثلا تصير بدل survive اقول to live ممكن miss انا اشيل birds and اوه مو flies sorry butterflies flies يعني the bun butterflies all right ممكن واحدة تقول لي miss انا اشيل مثلا birds and butterflies احط مثلا بس animals فهل انا اكون غيرتها بدل ما اقول miss migrate اقول travel يعني ايب معنى ثاني حق الكلمة ممكن اذا عرفتوا سووها this is very good اذا عرفتوا معنى ثاني حق الكلمة do it شيلوا الكلمة اللي موجودة اساسا حطوها صح مو غلط all right اوكي خلصنا من الجملة الاولى الجملة الثانية اللي تتكلم عن sleeping انهما دي hibernate hibernate يعني يمارسون البيات الشتوي all right فشلون ممكن اكتبها نقدر نقول على سبيل المثال other animals يعني حيوانات اخرى عزكم الله so other animals اقدر حط examples واذا ما ابي يعني ممكن اقول هني حاطلي like snakes frogs and bears ممكن احطها اذا ما بي احطها مو لازم all right other animals نقول بدل ما اقول hibernate بغيرها نقول sleep in winter حطينا نقطة حلو من فترة لفترة خلال السمر يعني مثلا عقوب جملتين ممكن نحنا نحط اداة ربط في ناس يقول لي مس قبلتنا تقول لازم حك كل جملة احط اداة ربط مو شرط وفي واحد قال لي طالب يقول لي مس استاذنا قايل لازم احط first second مو شرط لنا اذا يابلك برسيجر اذا يابلك خطوات يبيك تلخص خطوات شي معين ممكن تحط first second third بس هنا مو حط لي خطوات صح ولا لا فما ينفع نحط اولا وثانيا وثالثا ما ينفع اوكي الحين انا حطيت ما استخدمت نهائيا ولا اداة ربط ممكن احط هنا in addition مثلا او نقدر نقول furthermore على سبيل المثال اوكي in addition furthermore الاخرة الحين هزنون الطعم الفها تشي عشا تشوفون بس alright فممكن نقول some animals مسكلة some animals some animals اعادي والمشكلة some animals نقدر نقول like squirrels اللي هما السناجو بتشذي نقول بدل ما نقول store food شايفينها بدل ما احط store food بقول keep food so some animals keep food in their homes في مواطنهم او في بيوتهم اوكي مثلا نقول to eat in winter انه يعكلون بلشته فمثل ما انتوا شايفين قاعدة صيغ بسلوبي صح الفكرة الاخيرة يقولني ان yes ان they adapt شن يعني adapt انه يتكيفون زي المس انا مو عارفة شلون اقول adapt مو شرط اشيل يعني ما عندي كلمة بديلة عن كلمة adapt انه هما يتكيفون او ما فهمت انا كلمة adapt اصلا ولو النهوة حاط لي هني امثلة ممكن تساعدني انه انا افهم المعنى بس نفترض انه مثلا خلونا نقول انا ما فهمت على سبيل المثال مو شرط اشيلها بس لا تاخذونها copy paste مثل ما هي وتحطونها لي تحت نحاول نغير فيها ونعدل شوية فممكن انا اقول for example نقدر نقول اذا خلوني بس ابي امسح هني علشان نسول مكان عطوني ثواني بس ابي امسح هذا علشان نسولي مكان اكتب حسنا حسنا نسولي ام وين وصلنا انزل الحالة بنتكلم عن ان هاو دي ادابت شلون هما يتكيفون مع الجو صح او مع الطقس فنقدر نقول مثلا بنحط أداة ربط ثانية على سبيل المثال حطينا فاصلة هو أعطاني مثال عن الفوكس مثلا خلنا اكتب عن الفوكس مثلا عن الفوكس إنه ما يهاجر ولا يتبع أي أسلوب من الأساليب هذي ولكن هو يتكيف ما غيرتها مثل ما أنتوا شايفين غيرت الجملة بس ما غيرت الكلمة نقول to the weather باي هنا عطاني example إنه changing the coat عطاني example أو changing the color فهو ممكن أحط by changing coats or colors وخلصنا وبشذي السامري ما لكم رح يكون كامل طبعا ما عندي sorry copying ما خضيت ولا شي نسخ كتبت بأسلوبي حسب فهمي مو ضروري أغير كل الكلمات مثل ما أنتوا شايفين لكن أعيد صياغة الجملة بطريقة معينة أغير ترتيب الكلمات for example بحيث أنها تكون مفهومة ما خل نفتح الأسئلة الحين موسيقى